شكرا مالك صباح الخير مجددا لكل المشاهدين جولة على الصحف رح تبقى طبعا رح تبدأ من الحدث الأمني الأبرز يوم أمس في سجن رومي وفي بعض المعلومات من صحيفة الأخبار بحسب مصادر وزارة الداخلية أراد الوزير نهاد المشنوق اقتحام المبنى ليلة إعدام العسكري المخطوف علي البزال لكنه تراجع يومها بسبب عدم وجود فارق زمني كبير بينها وبين العمليات العسكرية في طرابلس ومع تفجيري جبل محسن الانتحاريين طفح كيل المشنوق بعد كشفه رصد الأجهزة الأمنية وجود ارتباط وتنصيق بين أحد الانتحاريين ومجموعة في السجن المركزي انتهت العملية بسلام انجزت المهمة بتكبيل جميع السجناء عرات إلا من لباسهم الداخلي ثم نقلوا إلى المبندال ليجري توزيعهم على 180 غرفة مجهزة بأبواب بين السجناء جنائيين للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام تتمكن القوى الأمنية من إجراء تعداد للموقوفين النتيجة الأولية للتفتيش لم تظهر وجود أسلحة ومتفجرات داخل السجن بخلاف ما كان يسوق سابقا واليوم ستبدأ عملية التفتيش الدقيقة انجزت التحقيقات في تفجيري جبل محسن أو أنجزت هذه التحقيقات تقدما ملموسا بحسب مصادر أمنية أكدت أن التدقيق في الحركة الجغرافية للهاتف الذي كان يحمله الانتحاري طاه الخيال أظهرت انتقاله من مخيم عين الحلوي جنوبا إلى جبل محسن شمالا وبحسب المصادر الأمنية نفسها حددت صلة ارتباط بين الانتحاريين والمطلوب شادي المولوي كاشفة أن معظم محطات سيناريو العملية لجهة الأشخاص الذين التقاهم الانتحاريين باتت معروفة في هذا الإطار أيضا كتبت صحيفة الديار بعض المعلومات نقلا عن مصادر أشارة معلومات إلى أن المبنى باء كان بقيادة مسؤول في داعش أردني الجنسية ويدير شبكة اتصالات مع خلايا نائمة وتضيف مصادر أمنية أن الدولة اشترت منذ فترة خمسة أشهر أجهزة إلكترونية متطورة وبمبالغ باهظة للتشويش ووقف التخابر الخلوي والتواصل بواسطة الانترنت بين السجناء والخارج لكنها لم تشغل حتى مالك إذن مشاهدين قبل الانتقال إلى الرئيس ليمان كنا نقرأ من صحيفة الديار هذا المقال عن ما جرى بالأمس في سجن رومي قالت مصادر أمنية للصحيفة إن الدولة اشترت منذ فترة خمسة أشهر أجهزة إلكترونية متطورة وبمبالغ باهظة للتشويش ووقف التخابر الخلوي والتواصل بواسطة الانترنت بين السجناء والخارج لكنها لم تشغل حتى ما يقارب الأسبوع بعدما تأمن الغطاء السياسي نتيجة أجواء الحوار القائم تشغيلها أدى إلى كشف خيوط بين منفذي جريمة جبل محسن ومحركهم المسجون في سجن رومي بعد تعقب حركة الاتصالات لهواتف الانتحاريين وأضافت المصادر الأمنية أن منفذي التفجير تابعان للإرهابي منذر الحسن الذي قتل في عملية أمنية في طرابلس وتابعت المصادر أن عدد المعتقلين في تفجير جبل محسن ارتفع إلى خمسة أشخاص وتبين أن ثلاث منهم من آل أفيوني والشمسين وخير الدين وكانوا على اتصال بالانتحاريين الذين وصلوا إلى طرابلس منذ أسبوع وتضيف المصادر أن التحقيقات في جريمة جبل محسن كشفت أن أمر العملية صدر من قيادة داعش في الرقة وأن قادة تنظيم الدولة في القلمون تولوا التخطيط والتحضيرات اللوجستية فجرى نقل الانتحاريين من القلمون إلى عين الحلوة ومن ثم إلى طرابلس منذ أسبوع تقريبا الكاريكاتور في صحيفة النهار أيضا في أجواء سجن رومي مرحلة جديدة في سجن رومي تحرير المبنبة وبالانتقال إلى صحيفة الشرق الأوسط وحديث أجرته الصحيفة مع رئيس نبيه بري أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه الشديد للحوار برعايته الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله مؤكدا أن هذا الحوار ليس فولكلوريا وليس لخفض التشنج السني الشيعي بل حقق نتائج مهمة وهو مرشح لتحقيق المزيد وحذر الرئيس بري من مساعي لتفجير الوضع الداخلي اللبناني والتأثير على الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله وقال أن هذه التفجيرات تأتي كرد على فشل محاولات الوقعية أو الوقيعة بين السنة والشيعة من خلال اللعب على التوتر الطائفي مجددا داعيا إلى التنبه من مخاطر هذه المحاولات بتأكيد التضامن الداخلي في مواجهة الإرهاب وقال بري إنه لا يفكر حاليا في توسيع الحوار ليشمل أطرافا سياسية أخرى في الشارع اللبناني رغم إشادته بأي حوار بين الأطراف اللبنانية معتبرا أن الظروف غير مؤاتية لحوار شامل على غيرار الحوار الذي دعا إليه في عام 2006 أو الذي جرى خلال عهد الرئيس ميشيل سليمان وإلى صحيفة الجمهورية أفدت معلومات أن موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني كان على رأس جدوى الأعمال اللقاء بين المبعوث الفرنسي فرانسواجيغو مع الجهات الإيرانية مضيفة الإيرانيون لا يبحثون في هذا الاستحقاق مع أي فريق سياسي لبناني لكنهم يبحثون فيه مع الجانب الفرنسي الذي كان المبادر منذ البداية إلى طرق أبواب العاصمة الإيرانية في شأن هذا الملف وأشارت المعلومات إلى أن الموقف الإيراني المعلن من الاستحقاق الرئاسي اللبناني هو أنها تشجع الأفريقاء اللبنانيين بقوة على الاتفاق على رئيس جمهورية جديد لأن هذا الأمر شأن داخلي لا ترضى القيادة الإيرانية زج نفسها فيه وأضافت سامع الإيرانيون من جيغو أن فرنسا لا ترى حلا للاستحقاق الدستوري اللبناني سوى بانسحاب رئيس تكتل تغيير والإصلاح النائب ميشيل عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع من الصباق الرئاسي إلى صحيفة السفير وهذه الصورة من فرنسا مع تشديد القوى الأمنية هناك على الأمن هذه الصورة من برج إيفل أمس في باريس حيث كانت تجري الشرطة أو الجيش دورية في محيط البرج الخبر الأخير من صحيفة السفير وبعد أكثر من 230 يوم يوم على شغور كرسي الرئاسة وضع العالم اللبناني في الإطار المخصص لصورة رئيس الجمهورية في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بهذا الخبر نوصل لخيتين جولتنا على الصحف عودة لمتابعة برنامج الحدث مع مالك ترجمة نانسي قنقر